ها لا عزيزي هذا النص الراوي منص ماذا منصما معصوم هسا الان بيني وبين الله ما رد ادخلكم في نظرية الهرمونوطيقيا مولانا ابدا وإلا لو دخلنا في قواعد الهرمونوطيقيا أساسا عند ذلك هذا يفهم كما هو مجتمعه في ذلك الزمان ضمن شروط الزمان والمكان في ذلك هذا ليس نص الامام ولا علاقة له بالامام هذا فهمه بينكم وبين الله الآن لو ان شخصا يدخل هنا واقعا لم يسمع الى الان درسا واحدا لا في الفيق ولا في الاصول ولا في الكلام وجلس ماذا وجلس هنا ويخرج في الخارج وتقول له ماذا قال السيد الحيدري ماذا ينقله اليوم عن السيد الحيدري وحدث هذا وحدث وحدث أن الذي كان يقول بأن الأئمة المظهر الأتم للإسم الأعظم وهناك اتحاد بين المظهر والظاهر كما في بحث الإرفان بيني وبين الله أحد الأعزة من كذا مارد أجيب الأسماء كان رايح إلى منطقة على مجلس وعلى المنبر قال وهناك اتحاد بين الظاهر والمظهر والنبي ولا إما مظاهر الإسم الأعظم وهناك اتحاد بين الظاهر والمظهر أنا اليوم اللي بعد اتصلوا بيا جماعة قالوا سيدنا فقط قل لنا هذا أجبنا على هذا السور في النتيجة نقدر نقول علي الله لو ما نقدر وقال صدق طبيعي لماذا لأنه الإسم الأعظم من أسماء الله وأنت تقول اتحاد بين من بين الله وبين مظهره إذن ما المحذور أن تقول الله علي ماذا الله وعلي الله هي ما يظهره هذا مبنىه مش أخ حسن هذه لو تعطيه افترض بيد السيد الطباطبائي هم يقع في هذه الإشكالية أو لا يقع لا يقع ولكن عندما تعطيها لمن لا يستحق يقع أو لا يقع الأحاديث ما يظهر كذلك في أحاديثهم صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وهذه الأحاديث عندما أعطيت لغير أهلها ونقلوها إلينا كيف ينقلوها إلينا ينقلونها بما حقائقها أو على حسب فهمهم ومن هنا جاءت ظاهرة الغلو في رواياتنا ظاهرة الغلو ليست بالضرورة كل الذين غالوا كانوا من المغرضين لهذا فهمهم من كلام الأئمة فهموا هذه المعاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر